بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنى في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه بعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبد زهراء محمد وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي ثم السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامنا وأيامكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم بينما هي تطوف مع الطائفين في البلد الحرام في الشهر الحرام في المسجد الحرام وإذا بها تقف ترمي بطرفها نحو السماء قائلة يا رب أنا مؤمنة بك أنا مؤمنة بك وبكل كتاب أنزلته وبكل رسول أرسلته ومصدقة بكلامك وبكلام جدي إبراهيم الخليل الذي بنى بيتك العتيق وأسألك بكل بجميع أنبيائك المرسلين وملائكتك المقربين وبالجنين الذي في أحشائي من يقول هذا الكلام؟ فاطمة ألا وهي سيدتنا فاطمة بنت أسد ابن هاشم يدل على أن هذا التوسل وكلمة يا علي إلها جذور من ذاك اليوم منذ ذلك اليوم قضية التوسل بأمير المؤمنين سلام الله عليه ومن قبل ذلك اليوم في زمن الأنبياء منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق يتوسلون بأمير المؤمنين عليه السلام حتى أمه تتوسل به وهو لا يزال في بطنها وأسألك بالجنين الذي في أحشائي إلا ما يسرت علي ولادتي فلا نتعجب فلا نتعجب حينما الأم في تلك اللحظات العصيبة حينما تريد أن تضع حملها هذا كأن نداء من فاطمة بنت أسد أنه أيتها الأمهات إذا كنت في تلك الحالة توسلي بأمير المؤمنين توسلي بعلي وقولي يا علي قولي يا علي توسلي إلى الله عز وجل بابني بولدي شوفي الله شون يسهل عليك الولادة رسول الله كان ينادي يا علي المعاندين في ذاك اليوم كانوا ينادون يا علي واليوم يقولون شرك شرك لو جمعنا الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله اللي بدايتها يا علي صار مجلد كامل كتاب كامل أو ربما أكثر من كتاب نعم وأسألك بالجنين الذي في أحشائي إلا ما سهلت علي ولادتي وإذا بالجدار ينشق جدار الكعبة ينشق وتدخل فاطمة سلام الله عليها في جوف الكعبة وينغلق الجدار مرة أخرى كما كان زين السؤال هنا أن للكعبة باب وقفل كان الله عز وجل باستطاعته بإعجاز من قبل الله عز وجل أن يفتح باب الكعبة لماذا إن شق الجدار وكان يحتاج إلى شق الجدار بإعجاز من الله عز وجل كان ممكن أن تنفتح الباب ينكسر القفل لماذا الجدار لعله يأتي من الحاسدين والمكذبين والذين يسخرون فيما بعد ويقول أنه هذه كانت صدفة الباب كانت مفتوحة فدخلت فاطمة أو أنه كانت مؤامرة فيما بين الذي كان عند القفل مفتاح الباب وفاطمة سلام الله عليها يقول صدفة يقول الباب كانت مفتوحة لا حتى تبقى هذه دلالة واضحة وجلية إلى يوم القيامة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ولد في داخل الكعبة وحاولوا منذ ذلك اليوم كم حاولوا أن يشككوا بشتى الطرق حاولوا نعم يوخروا هذه العلامة هذه العلامة اللي على الجدار ما استطاعوا بقيت هذه العلامة إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة شافوا هالشكل مايفيد هاي العلامة ما تروح شنو نسوي خلي نجيب لنا فد واحد نقول هذا مولود أيضا بالكعبة مو فد شي جديد مو فد شي نعم فدع إعجاز أو فدعظم خاصة لأمير المؤمنين عليه السلام قالوا حكيم بن حزام واحد من الأشخاص هذا أيضا ولد في الكعبة وحتى أنه في إحدى الفضائيات كانوا عاملين مسابقة تتضمن أربعة أجوبة سألوا من الذي ولد في الكعبة فيأتي الجواب فد واحد يجيب على هذا السؤال اللي مشارك بهذه المسابقة يقول علي بن أبي طالب وإذا بالجواب خطأ حكيم بن حزام حاولوا بشتل الطرق أنه يدفعون عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الكرامة وهذه المنزلة ولكن هيهات هيهات لا يستطيعون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأضى الله إرادة الله تبارك وتعالى إذا تعلقت بشيء لو جميع البشر أرادوا أن يقفوا أمام هذه الإرادة ما استطاعوا لا يستطيعون مستحيل نعم فاطمة بنت أسد تحدثنا تقول دخلت في جوف الكعبة فجلست على رخامة حمراء ساعة وإذا بي أضع ولدي علي بن أبي طالب عليه السلام بلا وجع ولا ألم اللهم صلى على محمد وآل محمد ليش لأنها توسلت بأمير المؤمنين عليه السلام هذه هي الكرامة هذه هي العظمة لأمير المؤمنين بأبي هو وأمي الحديث عن أمير المؤمنين حديث عن جميع الفضائل والمناقب الحديث عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام هو حديث عن جميع الأنبياء والمرسلين الحديث عن علي سلام الله عليه حديث مستصعب هو حديث عن سيد الأنبياء والمرسلين فكيف لا يكون كذلك وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله هو أخ رسول الله بل هو نفس رسول الله بصريح الآية الشريفة آية المباهلة بعدها ما يقدرون أن يغيروها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عند الأصحاب بكثرة ولكن لم يخرج معه إلا أربعة أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين نساءنا ونساءكم الزهراء سلام الله عليها أنفسنا وأنفسكم لماذا لم يقل أنا أنا وعلي لماذا لم يقل أنفسنا وأنفسكم رغما على أنوف الذين لا يريدون هو نفس رسول الله إذن الحديث عن حديث عن جميع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين يقول جابر جابر هو يحدثنا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام صعد المنبر وقال من أحب أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته إسرافيل إلى هيبة هو الذي ينفخ في الصور حينما يريد الناس أن يقوموا لرب العالمين من أراد أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته وإلى ميكائيل في رتبته وإلى جبرايل في جلالته وإلى آدم في سلمه وإلى نوح في خشيته وإلى إبراهيم في خلته وإلى يعقوب في حزنه وإلى يوسف في جماله وإلى موسى في مناجاته وإلى أيوب في صبره وإلى يحيا في زهده وإلى يونس في سنته وإلى عيسى في ورعه وإلى محمد اللهم صل على محمد والمحمد في حسبه وخلقه إلى من ينظر سبحان الله من الذي تجمعت فيه كل هذه الصفات صفات الأنبياء في حسبه وخلقه في حسبه وخلقه فلينظر إلى علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلي ومحمد فإن فيه تسعين خصلة من خصال الأنبياء جمع الله فيه ولم يجمع لأحد غيره فهل حديث عن أمير المؤمنين هكذا نحن نعجز من أين نبدأ إلى أين ننتهي في ماذا نتكلم عن علي سلام الله عليه أول شخصية بعد رسول الله أعظم شخصية بعد رسول الله نفس رسول الله ولذلك شوف في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله أكو زيارة لأمير المؤمنين عليه السلام في ليلة المبعث زيارة لأمير المؤمنين سلام الله عليه ومن أفضل الأعمال في هذا اليوم في أفضل الأعمال زيارة أمير المؤمنين في ليلة المبعث أليست هذه دلالة على أنه نفس رسول الله بأبيه ووأمه إذن حينما نتأمل في حياة أمير المؤمنين عليه السلام نقف متحيرين هناك جانبين جانب يختص بعظمته بمقامه بمنزلته عند الله تبارك وتعالى وجانب آخر يختص بمواقفه بسيرته بأخلاقه بزهده بشجاعته سلام الله عليه نحن لا نستطيع أن نقتدي بعلي في الجانب الأول هذا مستحيل هذا مقام خاص بأمير المؤمنين عليه السلام ولكننا نستطيع أن نقلده ونقتدي به في الجانب الآخر مع أننا لا نستطيع أن نأخذ صفة واحدة من صفات أمير المؤمنين سلام الله عليه صفة واحدة ونطبقها بالتمامها وكمالها مستحيل أيضا ولكن وهو الذي قال بأبيه وأمي ألا أن لكل مأموم إماما يستضيء به يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ما نقدر نحن نقتدي ونمثل كل صفات أمير المؤمنين عليه السلام ولكن أعينوني بماذا يا أمير المؤمنين هل يكفي أن أرسم صورة أو اسم علي سلام الله عليه وأعلقها على صدري أو أنه أعلق على الجدار هل يكفي ذلك لا علينا الاقتداء بأمير المؤمنين الاتباع لأمير المؤمنين سلام الله عليه حتى نأتي يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا في ذلك اليوم الذي يقول يقول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم نحن نستطيع أن نأتي في ذلك اليوم ونفتخر بأننا ائتممنا واقتدينا بأمير المؤمنين عليه السلام فوالله لو أن رجلا أحب حجرا لحشره معه إذن الحمد لله نحن نشكر الله على نعمة الولاية نعمة الحب ولكن علينا بعد هذه العقيدة أن نعمله عملا نواضب على هذه النعمة ليكن لا سمح الله في آخر لحظة من حياتنا هذه النعمة تسلب من عندنا كثير من الناس سلبت هذه النعمة من عندهم بسبب ماذا بسبب ذنوبهم بسبب أنهم كانوا بالاسم يقول أنا إمامي علي أمير المؤمنين ولكن بالفعل بالعمل شتان ما بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام لا صفات لا أخلاقه لا تعامل مع الدنيا وإلى آخره لا يشبه أمير المؤمنين سلام الله عليه ولكن الذي يزهد في الدنيا كأمير المؤمنين سلام الله عليه يقتدي به في صفاته ولو بشيء بسيط يبقى هذا الحبل متصل بينه وبين علي عليه السلام يبقى هذا الحب يبقى هذا الولاء معه إلى آخر لحظة في حياته و في قبره وإلى أن يقوم لله تبارك وتعالى نعم لا أطيل عليكم لكي أفسح المجال للأخوة الذين يشاركون ويحيون ذكرى ميلاد أمير المؤمنين سلام الله عليه رحم الله شعة أمير المؤمنين سلام الله عليه ويرحم أمواتكم يرحم عمنا السيد محمد رضى القزويني شاعر أهل البيت لعله بعضكم سامعين عنه أو رأوه توفي هذا الرجل الذي أوقف عمره لخدمة أهل البيت لنظم الأشعار في خدمة أهل البيت عليه السلام توفي قبل عدة أشهر عند أبيات جميلة في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه أحب أن أقرأها عليكم على مسامعكم الشريفة يقول قطعت رحلة عمري للهوى طلبا قطعت رحلة عمري للهوى طلبا فما لقيت بها هم ولا نصبا وما تلكأت في سهل ولا حزن يوما لأفديه أم تفتدى وأبى وهكذا العاشق الولهان يسعده يسعده العذاب يصحبه أيانما ذهبا إن يقطع البيت فالبيداء نزهته أو يركب الموج يلقى الموج مضطربا لم يخب مني اشتياق إيم الأود إن ضلت أحنو على إنمائه حدبا وإن عودا يروى بالهوى جذلا لسوف يبقيه غضا يافعا رطبا إذا استقى مر فيه وابل فغدت تسيل أودية من ريه صببا إذا لا إذ لاح برق يسوق الغيث والسحبا إلى الحياة فلم يترك بها جدبا حب أمير المؤمنين عليه السلام هذا الهوى هذا العشق الذي تجاه أمير المؤمنين عليه السلام أنا أطلب نعم أمر بالسهل وبالجبال حتى أطلب هذا الهوى وهذا الحب من الغري أرض النجف أرض أمير المؤمنين عليه السلام من الغري ومن أرض عهدت بها جف المناخ وربعا ممرعا خصبا فذاب كل هوا فذاب كل هوا قد عاش في مرح ردحا من الدهر إما حقله نضبا إلا هواي إلا هواي فإن الله عمره قلبي وأودعه الإيمان والأدبا هوى علي أمير المؤمنين ومن أرقى إليه ولا أن يسبق النسبة من مثله جيبوا فد واحد مثله من مثله وببيت الله مولده فعاش ثم ببيت الله قد خضبا ولد في بيت الله واستشهد في بيت الله في المسجد من مثله وببيت الله مولده فعاش ثم ببيت الله قد خضبا ومن تربى سواه كالمدلل في حجر النبي وزق العلم والأدب يشمه وجوار القلب بيحضنه يلامس الصدر صدر المصطفى رحبا يسقيه من ريقه يا منهلا عذبا يسقيه من ريقه يا منهلا عذبا طفولة ما أحيلاها وأن يصبا حتى إذا شب في أكنافه بطلا ونال من علمه ما يخرق الحجب مشمرا ساعدا في الله مفتديا عنه ومتخذا سوح الوغى لعبا أهوى على الهام في الهيجى يفلقها يعفو أن يتقصى بعدها السلبا يعلم الزهد يعلم الزهد للدنيا فتعشقه يعلم الزهد في الدنيا فتعشقه ومن أراد عليا يرخص الذهب اللهم صل على محمد وعليه فكان نفس رسول الله ووارثه وزوج بضعته والسر والأرباء زوج البتول فلولاه لما رضيت بغيره في اقتران ينجب النجب قاسى من الناس ألوان العذاب فلم ينقض عزما له يوما وما تعبا يبلغ الدين في كف ويضرب بالأخرى ويحتمل الإرهاب والسغبا حتى إذا لاح للإسلام دولته وقام في ركنه بين الورى صلبا تنزلت فيه آيات تبجله ما خصه الله في تقليده الرتبا وكان آخرها تنصيبه خلفا وكان آخرها آخرها تنصيبه خلفا يوم الغدير ولي الله منتجبا والكعبة استبشرت والكعبة استبشرت أن الوليد بها خليفة لرسول الله قد نصبا لكنها فوجئت بعد النبي بما رأت من الناس إحجاما رأت من الناس إحجاما ومنقلبا إن كان ولاكها شنو قال الثاني قال إن كان ولاكها تمشي بهم سجحا لو كانوا أعطوك الخلافة كانوا قد أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لك كان إن كان ولاكها تمشي بهم سجحا على المحجة لم تشطط بهم ركبا إلا الدعابة ما راقت براكبها يقول ما عند فيه هذه الخصلة خصلة الدعابة الدعابة في عينه في عينه ذاك الرجل مذمومة فلا يصلح للخلافة دعابة نعم إلا الدعابة ما راقت لواهبها فعاد عن رأيه في الحال وانقلب دعابة ورسول الله حببها دعابة ورسول الله حببها وآخر أوجب الحرمان والغضب المدح في المصطفى المدح في المصطفى والآل يصدقهم وفي سواهم يضم الصدق والكذب ورثت بعض الهوى شعرا فلا عجب بعد الممات قبل الممات إذا أورثته عقبا هذا كتابي أمليه بحبكم يا آل بيت رسول الله هذا كتابي أمليه بحبكم وباليمين غدا ألقاه والكتب سفينتي أبحرت بترجو شواطئكم دخيلك يا أمير المؤمنين دخيلك يا علي هذه سفينتي أبحرت ترجو شواطئكم فأينما قد رست ما عدتم الطريبا صلوا على محمد وآل محمد ختاما نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وعلى حبه في الدنيا والآخرة لنا ولذرياتنا إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين